طيب. اللي هي اهي. اهي. اهي كمان. ماشي. ماشي فالمهم انك. اوه. عدت كان مفضول. اهي. اهي. بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بك مرة ثانية. بعد ما اتكلمنا على الجرام ربطة عيونة سبعة وتمانية وتسعة كل واحد في فيديو منفصل. جاء الدور دلوقتي ده هنتكلم عن الكلمات. هنتكلم النهاردة عن اهم الكلمات والمواحدات اللغوية اللي موجودة في كل يونت من الواحدات دي. بعد ما نخلصهم هوريك في الاخر ازاي تحفظهم وازاي تراجعهم بشكل سريع وبشكل كويس يخليك تفضل حافظهم من اطول فترة ما كنا من غير ما تنسى. تعالوا الاول نبدأ بيونت سبعة. يونت سبعة كان اسمه the meaning of success او معنى النجاح. meaning اللي هي معنى success اللي هو النجاح. فبعملنا هو اللوان يونت بيتكلم عن success او عن النجاح. فاحنا محتاجين نعرف كل الكلمات المتعلقة بالكلمة دي. اي حاجة متعلقة بالنجاح انا محتاج اعرف الكلمة بتاعتها. فاول كلمة هنبدا بيها هي كلمة achieve. النجاح انا بأ achieve. achieve success معناها يحقق النجاح. فعلا achieve فعلا مهم معناه يحقق. عندنا بعد كلا الاسم من وهي كلمة achievement. يحقق achieve التحقيق او الانجاز بسميه achievement. عندنا بعد كلا كلمة challenge اي success او اي نجاح بيحتاج ان انتهت challenge او تتحدى شوية صعوبات. challenge فعلا معنى يتحدى او اسم معنى تحدي. عندنا كلمة impress. انت لما بتنجح بت impress او بتبهير الاشخاص اللي حواليك. يبقى برضو فعل impress فعل مهم. والصفة منه كلمة اسمها impressive. impressive معناها مبهر. حاجة مبهرة. حاجة كويسة قوي. فقول لك your answers are impressive. الاجابات بتاعتك مبهرة. الاجاباتك مش بس حلوة. لا. اجاباتك مبهرة. impressive صفة. فبجبها بعض verb to be. عندنا بعد كده كلمة inspire. inspire معناها يلهم. عشان انت تنجح. انت محتاج حد يلهمك. وانت لما بتنجح بت inspire الناس التانية. فكلمة inspire فعلا مهمة معناها يلهم. عندنا بعد كده كلمة quality معناها ميزة او صفة. quality ميزة او صفة. عشان انت تكون ناجح معتك يكون عندك شوية qualities. زي مثلا independent. انك تكون مستقل او انك تكون متعتمد على نفسك. independent صفة بمعنى مستقل او اللي هو الشخص اللي بيعتمد على نفسه. تعال كده نكمل الكلمات وعندنا كلمة برضو اسمها championship. championship معناها بطولة. championship معناها بطولة. لما يكون فيه مسابقة واحد فيها بيقصد. مسابقة دي بسميها championship. بسميها بطولة. والبطولة دي من ضمنها ممكن تكون مثلا power lifting. power lifting اللي هو رفع الاتقال. lifting اللي هو الرفع. والpower اللي هي القدرة بس هنا معناها اتقال. power lifting رفع الاتقال. ويهي power lifting دي تعتبر competition. تعتبر منفسه. فاحنا عندنا championship بطولة. فيه كلمة الى حد ما بتدي نفسه معنا بتاعه. وهي كلمة competition. منافسة. competition منافسة. الفرق بس ان competition معناها ان فيه اشخاص بيتنفسوا على حاجة. مش لازم تكون بطولة. يعني لو شخصين بس بيتنفسوا على اي حاجة مهما كانت صغيرة. دي اسمها competition. انما لو ما نتكلم على حدث كبير واشخاص كتير بيخشوا جواه وبيتفعلوا فيه. دي اسمها championship اسمها بطولة. عندنا بعد كده كلمة opportunity. opportunity. opportunity معناها فرصة. اي power lifting اي مسابقة اي competition. عشان تنجح فيها دي تعتبر opportunity او تعتبر فرصة. عندنا كلمة determination. من ضمن الصفات برضو لانت محتكى عشان تكون ناجح هي determination. determination اللي هو العزيمة والاسرار وتصميم. determination عزيمة اسرار تصميم. عندنا كلمة enthusiastic. enthusiastic معناها متحمس. enthusiastic معناها شخص متحمس. عندنا كلمة اسمها evaluate. انت عشان تكسب في اي مسابقة محتاج حد يأيباليويت او يقيم مستواك. كلمة evaluate معناها يقيم. يشوف ادائك عامل ازاي. وعندنا كلمة اسمها feedback. ايه علاقة الفيدباك بالأيباليويت. الشخص لما بيعمل لك evaluation او تقييم بيديك بعدها حاجة اسمها feedback. تقييم برضو. الفيدباك ده ده عبارة عن رأيي والملحظات اللي انا شايفها في الحاجة اللي انت قدمتها لي. يعني انت مثلا قدمت لي واجب او قدت لك انا امتحان وانت حليته. فاجي انا بعد ما اصحح لامتحان ده اقولك ان انت غلطت في كذا وكذا وانت حليت كذا كويس. وابدي اقولك رأيي في الاجابات بتاعتك. ده كده اسمه feedback. اسمه تقييم او هتلاقيه ممكن سعاد بمعنى تغذية رجعية. ان انا اقولك رأيي او تقييمي للحاجة اللي انت عملتها. ده كده هو الفيدباك. عندنا بعد كده 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 اسمها average. ممكن يكون تقييم بتاعك عالي وممكن يكون average. ممكن يكون متوسط. average اللي هو المتوسط او العادي. عندنا كده من disability. ليه الاعاقة. ممكن اي مسابقة يخش فيها شخص بقدرات عادية او قدرات average متوسطة او ممكن يكون فيه مسابقات للdisabled. لأشخاص اللي هو ذو الحمام او ذو الاحتاجات الخاصة. كده معناها اعاقة. لو شلت منها الdis اللي في الاول دي. بيكون معناها قدرة. ability قدرة. dis ability اللي هو عكسها اللي هي الاعاقة. عندنا بعد كده كمهة overcome. عشان تكسب في اي حاجة او تنجح في اي حاجة. محتاج ان انت ت overcome شوية عقوبات كده. فكمة overcome برضو كلمة مهمة محتاجين نعرفها. overcome. معناها هي تغلب على. overcome. يتغلب على. عندنا كلمات تانية زي مثلا كمهة rule model. rule model معناها مثل اعلى. لما انت تبقى شخص ناجح انت بتكون بالنسبة لي مثل الاعلى. rule model. rule model اخدناها كزا مرة قبل كده. معناها مثل اعلى. او مثال يحتزى به. الشخص الناس بتحب انها تكون زيه. عندنا بعد كده كمهة define. define معناها يعرف. احنا بنقول the meaning of success. معنى النجاح. فاحنا دلوقتي هن define او هنعرف النجاح. فاقولك to solve a problem define it first. عشان تحل مشكلة عرفها الاول. عرف المشكلة الاول. او حدد ايه هي المشكلة الاول. ففعلا define معناها يعرف. كلمة character معناها شخصية. برضو مشكلة مهمة اوي ومشكلة مجديدة. بس خليكم عرفنا. الشخصية مثلا اللي بتستلم الاورد. اورد معناها جايزة كاسم او يمنح جايزة. انت لما بتستلم جايزة بتقول I received an award. انا استلمت جايزة. لما بتدي لحد جايزة انت بتقول I awarded him. انا منحته جايزة. فاورد فعلا بمعنى يمنح جايزة او اسمه بمعنى جايزة. بعد كده عندنا كيمة ceremony. اللي هو الاحتفال. انت عشان تستلم جايزة بتستلمها ضمن احتفال ceremony معناها احتفال. اي completion اي منافسة في نهايتها. بيكون في ceremony او احتفال عشان يوزعوا في الجويس. عندنا كيمة certificate. اللي هي شهادة. بتاخدها في المدرسة. بتاخدها في اي كورسة تاخدو. بتاخدها في اي حاجة بتدرسها. اسمها certificate. certificate اللي هي شهادة. عندنا كيمة trust. اللي هي ثقة. عشان انا اثق فيك وشغالك عندي. محتاج ان انت يكون معاك certificate او شهادة. trust فعلا بمعنى يثق او اسمه بمعنى الثقة. عندنا كلمة بعد كده اسمها combine. فعلا combine معناها يضم او يجمع. يضم او يجمع. هنا نقص العين. يضم او يجمع. لما تضم او تجمع شوية حاجات مع بعض ان كده بتعمل combination. فاقول لك احنا هنجمع او هنضم كل الفصول مع بعض. هنجمع او هنضم كل الفصول مع بعض. هنخليهم كلهم في فصل واحد. ده معنى combine اللي هو يضم او يجمع. عندنا معناها عضو في مجلس او مستشار. counselor معنى عضو في مجلس او مستشار. زي مثلا اه مجلس النواب. اي عضو في اسمه counselor. والاعضاء دول احنا بنجمع عن طريق حاجة اسمها الفوت. الفوت اللي هو التصويت. فعلا بمعنى يصوت او الاسم بمعنى التصويت. لما الناس تختار شخص ينوب عنهم في اي حاجة. زي مثلا لما بتختار واحد يكون امين للفصل. كده انتو بتعملوا حاجة اسمها vote. بتعملوا التصويت. عندنا بعد كده كلمة اسمها code. كلمة مهمة معنى هي اقتبس او اقتباس. code فعلا بمعنى اقتبس او اسم معنى اقتباس. طيب يعني ايه اصلا من اقتباس? اقتباس هو زي قول مؤثور كده او بتاخد كلام حد تاني اللي قاله. وغالبا بتلاقيه بين عرمتين تنصيص. بتلاقيه حاجة بالشكل ده كده. you get what you give. لما تلاقي حاجة بين عرمتين تنصيص كده. بنسميها code. you get what you give. انت بتحصل على اللي انت بتديه. يعني زي ما بتدي زي ما بتاخد. ده كده مجرد مثال على كلمة code. اولا كده الكلام ده اسمه code. اسم اقتباس. عندنا بعد كده كلمة اسمها sign posting language. sign posting language معناها لغة دلالية. sign علامة posting او post اللغة منشور. language اللي هي لغة. فعزين نفهم ايه الكلمة دي. وانت بتحفظها تستمع لجزئين. sign علامة post اللي هي اه منشور. فاللغة الدلالية دي هي اللغة بتعرفك ايه الحاجة اللي لسه حصلة دلوقتي. وبتعرفك برضو الخطوة الجاية هيكون فيها ايه. بتعرفك ايه اللي حصل. دلوقتي من شوية قريبين. وايه الخطوة الجاية. ايه اللي هيحصل بعد كده. دي اسمها sign posting language. لغة دلالية. sign posting language. لغة دلالية. عندنا بعد كده كلمة اسمها administrative. دي برضو كلمة مهمة. administrative معناها ايه دي ياري. خاصة بالشغل. الشخص اللي بيكون مسؤول عن الشغل بيدير الشغل. ده بيكون اسمه الادمن. زي الادمن متع صفحات فيسبوك. ده شخص مسؤول عن ادارة الصفحة. فاقول لك مثلا most of the managers job is administrative. most of the managers job is administrative. معظم شغل المديرين بيكون اداري. فهو مدير فشغله بيكون حاجة ادارية. administrative اداري. وبستخدمنا كصفة. تعالوا نكمل. وهنخش على كلمة اسمها presentation. اللي انا بعمله معكم دلوقتي. اللي هو الشرح اللي انا بشرحه. ده كده اسمه presentation. اسمه عرض تقديمي. ببيين لك صور. بكتب لك كلام. بشرح لك حاجات. ده كده اسمه presentation. ويهي البرزنتيشن دي ممكن استخدمها كمحاضرة. استخدمها كمحاضرة. استخدمها كمحاضرة. ويهي ممكن استخدم فيها حاجات تساعدني توصل لك المعلومة. زي مثلا ان انا حرط لك النص او الكلام او بيين لك صور. الحاجات دي اسمها visual eats. مؤثرات بصرية او بمساعدات بصرية. معناها بصري. معناها مساعدات او اللي هي مؤثرات. مؤثرات بصرية. يعني ايه مؤثرات بصرية? زي ما قلت لك ان انا مسلا احرق لك الكلام اجيب لك صور اجيب لك فيديو. اجيب لك حاجات تشوفها وتسمعها. بغرض انها تساعدني اوصل لك الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك. دي كده اسمها visual eats. عندنا وعند كده كيمة highlight. وانا برضه بعمل presentation بعمل محاضرة. ممكن مسلا اعمل لك highlight بالشكل ده كده. شايف كم انتقسس? الكلام كله بالعربي او بالابيض كده بس هي بالاصفر. انا كده عملت لها highlight. highlight معناها يوصل لك الدوق على. او بتدين اهمية حاجة. highlight معناها ان انت تظلل حاجة كده. تظللها. او ان انت توصل لك الدوق على. توصل لك الدوق على يعني توبرز اهمية. توبرز اهمية الكلمة دي. عندنا بعد كده كلمة اسمها significant. الحاجة اللي انت بت highlight يعني بتصل لك الدوق عليها. بتكون حاجة significant. بتكون حاجة مهمة. وليها value عليها. ليها قيمة عليها. الحاجة اللي انت بتصل لك الدوق عليها دي بتكون حاجة significant. وطبعا ان يكون ليها value عليها او قيمة عليها. عندنا كلمة indicate. معناها يشير او يبين. indicate معناها يشير او يبين. انا ممكن اي indicate او ابين اهمية الحاجة دي. لو انت علمه في تاخد فيزياء فشوف اجازة القياس. المؤشر اللي فيها اللي هو بيبين قيمة الطيار او الفولت او اي حاجة من دي. بنسميه indicator. المؤشر ده شايفو. بنسميه indicator او اللي هو المؤشر. بيبين حاجة specific. حاجة معينة. indicate معناها يشير او يبين. يشير الى حاجة specific. specific معناها محدد او معين. انا مش عايز اي تلفون. انا عايز تلفون specific. عايز تلفون معين. اللي هو بامكانيات كذا وكذا وكذا. فكلمة specific معناها محدد او معين. عندنا كلمة summarize. معناها يلخص. فعلا برضو مش مهمة اوي. بس خليكم عارفينو. لما تيجي انت تلخص درس انت كده بتعمل summarize. انت كده بتلخص. عندنا كلمة paraphrase. دي مهمة. معناها يعيد سياغط. كلمة phrase. يا دي. معناها اه جملة. paraphrase معناها يعيد سياغط. انك تقول نفس الجملة او نفس الكلام بس بألفاز تانية. تبديني نفس المعنى اللي اتقال. لكن بألفاز مختلفة. وده اللي احنا بنعمله لمن دي نكتب مقال. الكمل اللي معناها بعد كده هي كلمة rhetorical. rhetorical. معناها بلاغي او بياني. rhetorical. معناها حاجة بيانية او حاجة بلاغية. زي اللي مخضرها في العربي. الكلمة اللي تاخد بالك منها لانها كلمة جديدة. بما انها جديدة فممكن التركيز عليها يكون اكدر. فخليك فاكر. rhetorical. معناها بلاغي او بياني. تعالوا نكمل. عندنا بعد كده كلمة اسمها نوتس. نوتس يلاحظ. وايه كلمة اسمها detect. detect يكشف او يرصد. وايه كلمة كمان اسمها spot. برضه يكشف. عايزين نعرف ايه الفرق بين notice وبين detect وبين spot. كلمة notice معناها يلاحظ او يلاحظ حاجة. هو مش يخبرو منها او هو ما كانش قصده انه يلاحظ الحاجة دي. هو بصوت فشافها فلاحظها فخلاص. يعني كده اخد ملتس عليها او اخد ملاحظة عليها. كلمة detect او يرصد او يكشف. غريبا بيكون في حاجة صغيرة انت عمال تدور عليها. انت مهتمة بيها وبتدور عليها. فاول ما بيتلاقيها كده انت بت detect او بترصد الحاجة دي. كلمة spot معناها يكشف بمعنى يرى. تبص على الحاجة بغرض ان انت تكشف فيها مثلا تفاصيل معينة. spot شبه كده على c. spot معناها يكشف لكن هي في الاصل شبه او كلمة c. اللي معناها يرى. فمسلا انا اقول لك. انا لاحظت بعض الناس الغرباء بيمروا من هنا. انا هنا الناس الغرباء دول انا ما كنتش مرئبهم او مستنى ان هما يعدوا. انا بصدفة لقيتهم مع الدين فاخدت برق ان هما اقراب. فلاحظتهم. فدي كده انا بلاحظ حاجة بالصدفة. كلمة detect اقول لك عليها? the software detected a virus on my computer. البرنامج كشف او رصد فيروس في الكمبيوتر بتاعي. البرنامج اصلا مهموت ان هو يعمل كده. فهو بيفضل يدور ويبدل يبحث على حاجات صغيرة لحد ما باكتشفها او بيرصدها. فكلمة detect انا باكتشف او برصد حاجة. الحاجة دي غالبا ما بيكون صغيرة. وانا بيكون مركز فيها او يعاز ان انا اكتشافها. وزي ما انت فاني كلمة spot لحد ما بتساوي فعل c اللي هي اقيرة. فاقول لك. انا مصرور ان انت اكتشفت الخطأ قبل ما يفوت الاوان. اكتشفت او اللي هو شفت. شفت الخطأ قبل ما يفوت الاوان. دي كده هي اهم الكلمات اللي موجودة في الوحدة السابعة. الجزء اللي معنا بعد كده هيكون الوحدة التامنة. هنعمل فيها نفس اللي عملنا هنا. الوحدة التامنة كان عنوانها work experience او الخبرة اللي موجودة في الشغل. work experience الخبرة بتاعت الشغل. فبرضه من اسم اليونت كل الكلمات او معظمها هيكون خاصة بالشغل وهيكون خاصة بالخبرة اللي انت بتكتسبها. فاول كلمة معنا هتكون كلمة اسمها candidate. قبل ما نبدأ الشغلة اصلا انت بتقدم على الوظيفة. لما بتقدم على الوظيفة بيكون اسمك candidate. بتكون انت عبارة عن مرشح انك تاخد الوظيفة دي. عشان في الاول اصلا تقدم على الوظيفة دي. بتقدم لهما حاجة او بتبعت لهما حاجة اسمها كريكروم بايتي. اللي هي السيرة الذاتية او اللي هي CV.енные السيرة الذاتية او اللي هي CV. سPER في الغنت ده او السيرة الذاتية بيكون في تبااصيل عنك. يكون هناك معلوماتك الشخصية، يكون هناك دراستك، يكون هناك عنوانك، يكون هناك كل شيء عنك تهم إلى الشركة وكانت كلمة ثانية تكون شبيهة لي كلمة اسمها ريزيمي ريزيمي معناها سنة ذاتية وهذه هي مختصرة مختلفة عن الكريك المفايت t هناك ما يؤدي أنه يأتي مختلفة بيننا وفضلات الكتابة لكن هنا يهم مكشف مثل الأثنين معناهم سنة ذاتية عندنا معنا الكلمة اسمها disaster كالثة من عاش حاقة بالشغل فقط، فنظركم أعرف أنه disaster – معنا كالثة عندنا Human Resources أو HR اللي هم الموارد البشرية الـ Human Resources دول بيكون عبارة عن مظيفين مشتركات هم اللي بيعملوا لك الـ Interview أو المقابلة وهم اللي بيحددوا هل أنت هتشتغل معهم ولا لأ دول اسمهم Human Resources أو HR نكمل بعد كده على كلمة اسمها Intern لو أنت لسه طالب في الجواب وعايز تروح تتدرب في شركة كده بيكون اسمك Intern اسمك متدرب لو أنت بتتدرب في مكان مجرد تدريب مش بتشتغل معهم كده أنت اسمك Intern و الحوار ده كله اسمه Internship اسمه فاطر تدريب Internship فاطر تدريب نفس الكلمة دي بسط نبعها كلمة輸ها وكلمة Internship دي شبه كلمة اسمها Training دي أنتو عارفينها برضو معنى تدريب عندنا ب 1983 كلمة اسمها指 Bajores أو إجراءات measures أو إجراءات شبه كلمة اسمها procedures procedures برضو معنى عجراءات measures أو procedures معناها إجراءات عندنا برضو كلمة اسمها Closal Closal معناها ضخم أو هاية معناها ضخم او هائل حاجة كبيرة قوي عندنا برضو كلمة اسمها full time وانت بتشتغل في اي مكان بيكون في نوعين الشغل الاولين هو full time او الدوام الكامل بتوعود اليوم كله في الشغل يعني لو اليوم في الشركة مثلا 8 ساعات فانت بتوعود 8 ساعات كلهم ده اسمه full time او دوام كامل انما لو بتشتغل مثلا 4 ساعة بس من الثمانية معتين بتمشي كده اسمك بيكون part time part time معناها دوام جزقي يعني انا مش بقعد اليوم كله في الشغل انا بقعد جزقي بس اليوم مثلا بنسبالهم 10 ساعات فانا بقعد 4-5 ساعات بس مش بفضل اليوم كله كده اسمه part time اسمه دوام جزقي يبقى full time دوام كامل وpart time معناها دوام جزقي نكمل عندنا بعد كده كلمة اسمها audience audience اللي هو الجمهور الجمهور او الجماهير دي كلمة عادية ما فياش اي حاجة نلجع شوية لموضوع الشغل وزمينك في الشغل بسميه colleague colleague معناها زمين العمل زمينك في الشغل اسمه colleague ويقى القسمة اللي انت بتشتغل فيه بنسميه department القسمة تاعك في الكلية او في المدرسة او في الشغل اسمه department عندنا كلمة economics معناها علم الاقتصاد economics عالم الاقتصاد نوع من العلوم اسمه علم الاقتصاد عندنا excellence اللي هو الامتياز امتياز او تميز excellence امتياز او تميز جاي منها كلمة excellent اللي هي ممتاز والفعلا منها كلمة اسمها excel excel معناها يتميز excel معناها يتميز بتشيل المقطع الاخير ده لحد ال ال الاولانية عندنا بعد كده كلمة اسمها level معناها مستوى انت مستوى بيفضل يعلى يعلى لحد نوصل لمرحلة excellence او مرحلة الامتياز عندنا كلمة اسمها marketing اللي هي تسويق marketing اللي هي تسويق لما يكون عندك منتج معين عايز تبير الناس بتعمله حاجة اسمها marketing او بتعمله حاجة اسمها تسويق وفي نوع من النار marketing اسمه digital marketing او التسويق الرقمي التسويق الرقمي هو الاعلانات اللي انت بتشوفها على فيسبوك او على النت عموما اي اعلان بتشوفه على النت ده اسمه digital marketing اسمه تسويق رقمي او تسويق الالكتروني خلونا نكمل وعندنا كلمة اسمها orchestra دي بالعرب ممكن تترجمها orchestra برضو زي ما هي او بيكون معناها الفرقة الموسيقية نوع من المعال الفرقة الموسيقية اسمهم orchestra فمن كنت تترجمها بالعرب orchestra او تترجمها في فرقة موسيقية المهم انت بتعرف ان كلمة دي خاصة بالموسيقى نكمل وعندنا كلمة اسمها qualification حتى نتشتغل في مكان ما حتك تكون qualified ما حتك تكون مؤهل المؤهلات بتاعتك اسمها qualifications مؤهلاتك اسمها qualifications فكلمة qualification اسمه بمعنى مؤهل مؤهل مش مؤهل تمام؟ عندنا كلمة اسمها base او الاسس اسمه معنى اساس او فعله بمعنى يؤسس اساس او يؤسس وهتلاقيها دائما جاي مع حرف جر on فقولك مثلا this movie is based on a true story الفيلم ده خائم على قصة حقيقية based on جاي في المبني مجهول فترجمتها هنا مبني على او مؤسس على خائم على فكلمة base معناها يؤسس او يقوم على يؤسس او يقوم على او اسم معنى اسس بخش بعد كده على كلمة اسمها finalist لما تخش المسابقة تبدل موجود لحد الاخر بيكون اسمك finalist finalist معناها متقاهل للدول النهائي وعندنا كلمة اسمها follow up معناها متابعة follow up معناها متابعة بتابع معك عندنا long term معناها طويل المدى انت مثلا دلوقتي عايز تبقى دكتور ناجح فعشان تبقى دكتور ناجح محتاجك تخص مثلا كلية الطب الاول بعدين تقعد 7 سنين بعدين تبدأ تشتغل فانت خلفك ده لسه بعيد الحاجة البعيدة شوية او بعيدة قوي اسمها long term اسمها طويلة المدى بتاخد وقت طويل او فتر كبيرة عشان تتحقق عندنا بعد كده كلمة اسمها bullet هي الاصل منها بيكون رصاصة bullet اللي هي رصاصة لكن في اليونت هنا بنا نستخدمها برضو بمعنى نقاط bullet الاصل منها معناها رصاصة لكن في اليونت ما كنت تستخدمها بمعنى نقاط عندنا برضو كلمة اللي هي نفقات الفلوس اللي انت بتصرفها على حاجة معينة اسمها expenses او النفقات عندنا expertise الاسم بمعنى الخبرة الخبرة اسمها expertise عندنا كلمة pandemic ليه جائحة زي مثلا كورونا اسمها pandemic اسمها جائحة جائحة يعني حاجة او مصيبة موجودة في العالم كله حاجة منتشر في العالم كله اسمها pandemic عندنا برضو كلمة multinational متعدل جنسيات فيه شركات بيكون مساهمين فيها من كل حتة مساهمين من مصر من امريكا من اوروبا من ايطاليا من كل حتة فهي بتتسمى multinational متعدل جنسيات فيه كزا جنسية او كزا بلد مشتركين في الحاجة دي عندنا كلمة اسمها concise معناها مختصر editorial معناها تحريري اي حاجة اخرها EL دي بتكون عبارة عن صفة فعندنا كلمة edit لحد هنا كده معناها يعدل يعدل او يحرر فهو editorial معناها محرر اللي هو بيعدل الحاجة editorial اللي هو الصفة منها معناها تحريري تحريري غالبا ما تكون خاصة بالجرائد الجرائد والمجلات editorial عندنا كلمة اسمها residential residential معناها سكني سكني اللي هو في مناطق سكان على سبيل المثال الكهرباء اللي بتجد توزع بتوزع جزء منها على المصانع قطاع صناعي بتوزع جزء منها على المدن والكرة المدن والكرة اللي الناس عايشين فيهم دي بسميها residential area او منطقة سكنية سكني معناها انه فيه ناس عايشين فيه سكني معناها انه خاص بناس تسكن فيه مش خاص بمصانع او زراعة اي حاجة تانية نكمل بعد كده على كلمة اسمها Overlook معناها يطل على لما تقول ان البلاكونة بتاعتي او البيت بتاعي بيطل على النهر او بيطل على النيل بتقول يطل على النيل فOverlook معناها يطل على عندنا بعد كده كلمة اسمها Advanced Advanced معناها متقدم متقدم حاجة يعني في level اعلى شوية او في level عال شوية كده اسمها Advanced ولما تقول ان فيه حاجة بتساهل عليك الطريق او بيتمهده لك بتقول كلمة Pave Pave معناها يمهد يمهد او بيساهلك الطريق يمهد او بيساهل عليك الطريق عندنا كلمة اسمها Personal Statement معناها بيان شخصي Personal Statement دي برضو بيان شخصي عندنا كلمة Prover صفة بمعناها ملائم صفة مهمة معناها ملائم او مناسب عندنا كلمة Strategy معناها استراتيجية او طريقة بتاخد حرف الجر strategy for طريقة لي strategy for طريقة لي او استراتيجية لي عندنا تعبير بعد كده اسمه باي بوست باي بوست عن طريق البريد باي معناها بواسطة بواسطة البريد او عن طريق البريد عندنا برضو كلمة Internship اخدناها معناها فترة تدريب بتاخد معها الفعل دو دو يقول متدريب او يتدرب شركة معينة عندنا كلمة اسمها get experience experience اللي هي الخبرة ممكن تدخل معها كلمة اسمها gain او get get experience او gain experience في الحالتين بيكون معناها يكتسب الخبرة عندنا كلمة lack skill lack معناها ينقصه او في حاجة نقصه فلاك skill لديها نقص في مهارة يبقى التعبير lack skill معناها نقص في مهارة عندنا كلمة اسمها take on معناها يتحمل مسئولية لما انت تكون بتتحمل مسئولية حاجة كده انت بت take on بت take on معناها يتحمل مسئولية عندنا كيمة in charge اللي بيتحمل المسئولية بيكون هو المسئول عن الحاجة دي بيكون in charge او in charge معناها انا المسئول لما انا اكون in charge في اي مكان معين كده انا مسئول عن كل حاجة فيه انا كده اكني المدير هنتكلم بعد كده على كلمة اسمها focus on او تعبير اسمه فوكس اون فوكس معناها يركز فوكس اون يركز على فوكس يركز فياخت حرف الجر اون فوكس اون يركز على حاجة عندناك الماسمها relevant to معناها زو صلة بي او زو علاقة بي ليه علاقة بحاجة معينة relevant to متعلق بحاجة او ليه صلة بحاجة معينة كمت او تعبير cover story معناها يغطي قصة يعني ايه يغطي قصة يعني يعرف احداثها ويبدأ يحكيها للناس يعرف احداث وتفاصيل القصة دي ويبدأ يحكيها للناس ودي غالبا اللي بيعملوها هم الصحفيين cover story معناها يغطي قصة دور كده الكلمات اللي معانا وعندنا عرفة استضبطة الفرق بين كمت كاندريت اللي هي مرشح وكمت أبليكنت متقدم الوظيفة او متقدم لأي حاجة لو انت قدمت لأي حاجة كده اسمك أبليكنت كده انت اسمك متقدم لما تقدم على جامعة لما تقدم على وظيفة لما تقدم على اي حاجة كده اسمك أبليكنت انما كمت كاندريت معناها مرشح مرشح انه يفوز بحاجة مرشح انه يفوز بحاجة معينة مرشح مثلا انه يفوز بالوظيفة يعني كل الناس اللي بتقدم على وظيفة اسمه هم أبليكنت متقدمين لكن مش كلهم بيكونوا كاندريت مش كلهم بيكونوا مرشحين انه هما ياخدوا الفرصة دي او ياخدوا الوظيفة دي وبرضو كمت كاندريت نستريمها مع الحاجات الخاصة بمرشحين استاذيجيين المرشح انه يبقى عوضه في مجلس النواب مثلا كده اسمه Candidate اسمه مرشح كمه Candidate معناها مرشح اما Applicant معناها متقدم لحي ومن اننا جدنا سريطة كمه Applicant اللي معناها متقدم خلينا نشوف الفعل عمنا وهو كمه Apply Apply معناها يقدم على Apply معناها يطبق او يقدم على بالدخل حرف الجرر اسمه Four Apply Four We advertised three jobs احنا علاننا عن ثلاثة وظيف And over 50 people applied واكتر من 50 شخص Apply يعني قدمه Apply معناها يقدم على يقدم على وظيفة عندنا كمه Apply Imperson معناها يتقدم بطلب شخصي Apply Imperson معناها يعني يقدم شخصيا كمه Imperson معناها شخصيا يعني ايه شخصيا يعني انت لا تروح بنفسك ما تبعدش ورق او تبعد اميل لا انت تروح بنفسك فولك يشود Apply Immediately Imperson or Pilater انت لازم تقدم في الحال دلوقتي شخصيا او عن طريق خطاب اما انت تروح بنفسك تروح للمكانة اللي تقدم فيه او تبعد لهم جواب فكلمة Imperson معناها شخصيا يعني انت تروح بنفسك ما تبعدش ورق كلمة Apply To معناها يقدم لي او لكي حرف جارة To معناها لكي فهشام is applying to join بيقدم لكي يلطحك ب The Armed Forces القوات المسلحة Apply To يقدم على حاجة او يقدم لكي يقدم لكي نفس الكلمة ونفس التعبير Apply To بس بدل فعله في المصدر هكي بعده اسمه فقولك Do the same rules apply to part-time workers هل نفس القواعد بتنطبق على العمال البارتايم او اللي هما بدوام جزئي Apply To The same rules apply to معناها نفس القواعد تنطبق على و Apply To حتى لو جبت بعدها اسم ممكن يكون معناها يتقدم الطلب يتقدم بطلب إله Apply To ذا الاسم يتقدم بطلب إله أما apply To فعله في المصدر بيكون معناها يتقدم بطلب لكي توهن معناها لكي توهن معناها إله هنا هجيب بعدها الشخص أو المكان اللي أنا بقدم له وهنا هجيب بعدها الغرض اللي أنا بقدم عشانه دي كده هي كلمات الواحدة التمنى الحاجة الأخيرة معنا هي الواحدة التسعة يونة التسعة اسمه starting again إن الكليب ده مرة تنية أول كلمة محتاجين نعرفها في يونة التسعة هي كلمة اسمها banking banking جاية من كلمة bank اللي هو البنك معناها معاملات بنكية أي حاجة بتعملها في البنك كعميل يعني اسمها banking اسمها معاملات بنكية لما بتسحب في الاسم الميزة بتاعتك ده برضو اسمها banking في حاجة اسمها banking procedures كلمة procedures أخدناها معناها إجراءات banking procedures معناها إجراءات بنكية إجراءات بنكية عندنا كلمة اسمها common sense ده معنى المنطقة السليمة أو الفطر السليمة الحاجة اللي انت منغر على ما تفكر فيها بدأت بعرف انه صح يعني مثلا هل ينفع ان انت تموت عائل صغير ماينفعش منغر ما تفكر فيها دي حاجة ماينفعش خالص Hinduك تبقى عارف او تقول انها ما تنفعش خالص دي حاجة اسمها common sense المنطقة السليم العقل بقول كده الفطر السليم بقول كده common sense معناها المنطقة السليم أو الفطر اللي انت تردت بيها عندنا كمة سمعتها contribution معناها مساهمة معناها مساهمة عندنا كرير دايريكشن كمر كرير معناها حياتك المهنية حياتك المهنية معناها اتجاه وظيفي preach direction اتجاه وظيفي عندنا كانت ما اسمها live existence live которая حياتcy الخبرة الفخابرة الحياة وفيه laws تغير والحياة لهو التغير عندنا كما اسمها الوجود هي المعرفة. اللي هي المعرفة ويبتاخذ كلمة اسمها عالي ويمكن تيجي مع كلمة CC. يكتسب خبرة أو يكتسب معرفة. يجني خبرة او يجني معرفة. فكلمة ممكن تيجي مع معرفة. فكلمة عندنا كلمة اسمها paint dele. Malzoha يحسن حاجة او يعيد اكتشفها. بلي ببير اتهração. بلي ده عبارة كيف اول الكلمة عشان تقول لك ان انا بعيد عمل الفعل ده بعمل الفعل ده مرة تانية وكلمة invent معناها يخترع بتقول i reinvented myself انا اعدت اكتشاف نفسي او اكتشافت نفسي مرة تانية فre invent معناها يحسن او عدد اكتشاف invent معناها يخترع فانت لما تعيد اختراع حاجة معناها ان انت بتحسنها او بتطورها فزعى معناها كلمة reinvent عندنا يكيد موعد كلا اسمها entrepreneur entrepreneur معناها رائعة اعمال الشخص اللي بيبدأ الشركة او كيان ويبدأ يطور فيه ويقود اشخاص تحته ده كده اسمه entrepreneur اسمه رائعة اعمال الشخص اللي بيبني شركة او كيان ويبدأ يكبر فيه ويدير الناس اللي حواليه ده بسميه entrepreneur او رائعة اعمال الكلمة بعد كده هي كلمة impact impact معناها تأثير impact معناها تأثير بتيجي مع فعل have have an impact have impact on ده يتأثير على impact بتاخد مع حرف figure on have impact on لدي تأثير على عندنا كلمة اسمها passion اللي هو الشغف الشغف بتاعك او حبك لحاجة هو اللي بيخالك تكمل فيها الشخص الشغوف بحاجة او المتحمس لها بسميه passionate passionate معناها شغوف شغوف بحاجة او بيحبها قوي شغف passion passionate اللي هو الشخص الشغوف عندنا كلمة اسمها potential معناها قدرة او الامكانية potential معناها قدرة او امكانية ويدي كلمة title ده معناها عنوان كتاب مسلا او عنوان مقالة او لقب لقبك في الشغل ومهندس دكتور مدرس اسمه title لقبك في الشغل الوظيفة بتاعتك اسمها بيكون معناها title title عنوان او لقب عندنا كلمة اسمها bubble اللي هي فقاعات او فقاع مش مهمة اوي عندنا كلمة اسمها instruction تعليمات لما اقول لك امشي مين امشي شمال اطلع فوق انتل تحت اوجهك يعني كده انا بدي لك instructions بدي لك تعليمات عندنا كلمة اسمها major ممكن يكون معناها التخصص تخصصك جوه الشغل او يكون معناها رئيسي major ممكن يكون معناها التخصص بتاعك او يكون معناها حاجة رئيسية صفاء بمعنى حاجة رئيسية عندنا كلمة recipe معناها وصفة الوصفة اللي انت بتعملها في المطبخ اللي انت بتطبخها وصفة الطعام ده اسمها recipe فيه كلمة تانية اسمها prescription معناها وصفة برضو بس معناها وصفة طبية. لاي رشدة كده اللي بده لك الدكتور. دي اسمها وصفة طبية. وصفة طبية. اما معناها وصفة طهيقة وصفة طعام. عندنا كلمة معناها مستعمل. هو الشخص اللي بيشتريها في الاول. فانا بعتبر ان هو الشخص اللي هيشتريها منه. فهو هيشتريها مستعملة. ممكن تسويها بكلمة اسمها يوزد. يوزد ايه هي طريبا كده? يوزد معناها مستعمل. سكند هيند معناها مستعمل. عندنا كلمة اسمها سولر باورت. سولر باورت معناها مضار بالطاقة الشمسية. بيشتغل بالطاقة الشمسية. سولر باورت يعمل بالطاقة الشمسية او شغال بالطاقة الشمسية. سولر ليه الطاقة الشمسية او الحقل الجاية من الشمس. نخش بعد كده على كلمة اسمها فاونتن. فاونتن معناها نافورة. فاونتن معناها نافورة. وينكمل بعد كده كلامنا معا كلمة اسمها الطوك طوك. اكيد مش محتاج انت تترجموها. طوك 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 طوك. عند Sai 미국. عندنا كلمة اسمها فاكتور. مهنا عامل. العوامل اللي بتاصل على اي حاجة بسمها فاكتورز. بسمها عوامل. عندنا كلمة generation معاناها gil. generation معاناها gil. كلمة optimistic. شخص متفائل. صوفة بمعنها متفائل. optimistic معاناها متفائل. كلمة معناها جسري. وكلمة Refreshing معناها منعش. Refreshing معناها منعش. كلمة اسمها Pointless معناها بلا هدف. لو حد منكم بتابع كوميكس. الكوميكس بتاع تاريبين اسم طرع الذكرية. اللي بقول لك دي احكي بالهدف او اي حاجة بالهدف. بلا هدف دي معناها Pointless. Point لو هدف او نقطة. Less لو مفيش. فبوينتلس بلا هدف. عندنا Typical معناها حاجة نموذجية او حاجة مثالية. حاجة مضبوطة بالميلي. دي اسمها Typical. عندنا كلمة شبهها اسمها Classic. دي معناها Classique. حاجة قديمة او حاجة مش جديدة اوي. Classique حاجة قديمة شوية. عندنا كلمة اسمها Care Home. اللي هو ضر المسنين. ضر المسنين او ضر رعات المسنين. بسميه Care Home. تعالون لك عشبهها اللي كلمة Physical اللي هي معناها جسدي. فيه كم عكسها اللي هو عقلي بقى او نفسي. اللي هي كلمة mental. فزيكة الجسدي منتل عقلي. دي خاصة بالعقل والنفسية وكده. ودي خاصة بالجسم. لو حطت لديه اللي او لديه كمان اللي بيكون معناها جسديا او عقليا. بتتحول من صفة لزرف. في زيكة كده صفة ودي برضه كمان كده صفة. لو حطت لهم اللي بيتحولوا لزرف. نتعمل بعد كده على كلمة اسمها Elderly. الكير هوم او ضر رعات المسنين بيكون في Elderly. Elderly معناهم كبار السن. الاشخاص كبار السن. عندنا consider. فعل بمعنى يعتبر. وده برضه فعل مهم. consider. معناها يعتبر. كلمة rely on. او تعبير rely on. معناها يعتمد على. rely on. يعتمد على. كلمة after all او تعبير after all. معناها على اي حال. عندنا interns. معناها بالدور. او يتناول بأدوار. يتبادل أدوار. interns معناها يتبادل أدوار. عندنا شو respect. مهمة. شو respect. يظهر للاحترام. شو respect. يظهر للاحترام. شو respect. يظهر للاحترام. عندنا تصام معناها الى حد ما. معناها الى حد ما. عندنا يترجم ك. يترجم معناها ك. يترجم معناها ك. عندنا بعد كده تعبيد اسمه معناها سبب اخر او سبب اضافي. كلمة أخدناها كزا مرة مع الصياغ المقارنة بيكون معناها ابعد او اضافي. ففردر ريزون معناها سبب اخر او سبب اضافي. عندنا تعبيد اسمه معناها بسبب. معناها بسبب. وكنا اخدنا كلمة في الاول اسمها او مساهمة. بتاخد فعل يقوم بمساهمة. يقوم بمساهمة. نخش بعد كده على كلمة اسمها اخدناها برضو. معناها قدرة معناها لديه القدرة على شخص عند القدرة انها يعمل فعله معين. عندنا تعبير اسمه معناها خلال حياتي او طول حياتي. عندنا تعبير لدهشتي. معناها لدهشتي. واحد برضو من الكلمات المهمة هو كتابة ابداعية. دي اخر كلمة اخر تعبير انت محتاجة تعرفه في الواحدة التسعة. تعالى دلوقتي اوريك ازاي تحفظه وزي ترجعهم بشكل احسن بكثير من اللي انت متعود عليه. هستيبلك اكتر من اللينك في وصف الفيديو. جزء ان اللينكات دي هيكون انك تتسمع الكلمات اونلاين. بس هتكون انك تتسمعها في صورة الالعاب او على شكل الالعاب. من ضمن الالعاب اللي ما كنت لقيها هي حاجة بالشكل ده. هندوس استارت. وهوري دلوقتي ازاي تلعب وانت بتحفظ الكلمات او انت بتسمعها بقى. بقى بتحفظها وانت بتسمعها. دي واحدة زي ما اتفعل من اللعابة اللي انت هتشوفها. فيه اطرب يعدي مكتوب فيه الكلمة اللي هي مسلا تقييم او تغضية رجعية. واسمها فيدباك. فانت بتمنى الاطرب الكلمة اللي هو محتاجها. بعد كده بيمشي ويبدأ يدخلك في ليبل جديد او في مستوى جديد. دي لعبة هتاخد منه شوية وقت. بس هي في الاول وفي الاخر اللعبة انت بتسري نفسك مش بتزاكر. هتلاقي العب تانية كتير غيرها. يعني مش لازم تلاقي كلمة او تلاقي القطر ده. كلمة مثلا يقيم اللي هي اهي. اهي. اهي كمان. ماشي. ماشي فالمهم انك اهي اهي. المهم افضل العب لالعب دي براحتك. وبعد ما اتخلص هيجيب لك هو النتيجة. وهسيب لك كمان الى الى دي اف. الى الى ه هم بردو كل كلمات اللي اللي قم لها. لكن في صورة العاب. او لعبة ممكن تلاقيها هي حاجة بالشكل ده. الكلمات الموجودة عندك بال عربي وانت محتاج ان انت هتهم لها المربعات دي بنفس الكلمات لكن بالترجمة بتاعتها اللي هي الانجليزي. هتلاقي الى نها ت bajo زي انك بتوصل الكلمة بالانجليزي للمعنى بتاعتها بالعربي. برضو زي كويس كده. الارج وانت بتختار المعنى بتاعها بالانجليزي. البيتريف ده هيكون في كل الكلمات اللي موجودة في ونة سبعة تمانية وتسعة. افتحه وقت ما تحب ابدأ راجع او ابدأ سمع الكلمات فيه. واعتقد ان انت وقت ما تسمعه مش هتحس باي ملل ولا هتحس باي زهب. ده كده ما اعتبر كل حاجة معنا النهاردة. لو فيه مشكلة في الكلام رأيك توبه في الكومنتات. ولو استفدت ان الفيديو ريت يعمل شير مع اي حد ممكن نستفيد من حاجة زي كده. شكرا لكم وشوفكم اشتركوا في القناة